إجراءات وتدابير استعجالية متعددة همت تلاميذ المناطق المتضررة من الززال من أجل مواكبتهم في عملية التحصيل وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم من بينها التكفل بإيوائهم ومساعدتهم على الاندماج داخل مؤسسات تعليمية جديدة من ورززات روبرتاج أمجيد حلاوي ومحمد الرشيد الصورة تبرز حجم الأضرار التي تعرضت لها الفرعية المدرسية أنميتر بجماعة تلوات بإقليم أزلال الحجورات التي لم تتضرر يتم استعمالها في استمرار لعملية التدريس إضافة إلى الخيام المعدة لهذا الغرض في انتظار إعادة البناء الهدف لنا هو في أقرب وقت تم إعادة البناء للفرعية ويكون إعادة البناء في الظروف التي هي أحسن مع المتخابين ومع الجمعية المحلية نرى ما يكون شيء عقاري الذي يساعدنا لكي نبنيه المدرسة بكل مواصفات ضرورية ضد الزلازيل برنامج الزيارة شمل أيضا إعدادية المختار السوسي بيتي ديلي ومدرسة إغرامن جودال وثانوية الإمام علي ومدرسة الريادة أقويم الأولوية للدعم النفسي ولتنظيم الأنشطة الموازية المعززة للبرامج المقررة حارصت الوزارة الوصية على اللقاء بالأطر الإدارية والتربوية بالمناطق المتضررة إضافة إلى اللقاء بموثل جمعيات آباء وأمهات التلاميذ وتم اتخاذ خطوة سريعة وناجعة أمام الفاجعة تتمثل في عدم إضاعة الزمن المدرسي والعودة إلى مقاعد التحصيل في أقرب وقت ممكن إما باستعمال الخيام أو الحجرات غير المتضررة أو الأقسام النموذجية المعدة سلفا كما باضلت الوزارة الوصية في بعض المناطق كالحوز مثلا إلى نقل التلاميذ إلى مراكش بمؤسسات عمومية وخاصة لمتابعة دراستهم وفق نظام داخلي ويلعب التأطير النفس دورا بارزا في هذه المرحلة لتجاوز آثار الزلزال على التلاميذ والعودة السريعة لأقسام التحصيل كفيلة بأن تساعدهم في هذه المرحلة الصعبة ترجمة نانسي قنقر